بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معنا شابتر Spring Design وبنستكمل المصطلحات المستخدمة في Spring المصطلح اللي معنا اللي هو Spring Index بيمثل النسبة مبين القطر المتوسط للملف اللي عندي اللي هو بيمثل القطر المتوسط طبعاً الوير ده ليه قطر كروس سيكشن بتاعه بيبقى دائري بالشكل ده كده والقطر بتاعه بيساوي دي سمول يبقى Spring Index بيمثل النسبة مبين الدي اللي هو المين ديامتر of the coil to the diameter of the wire اللي هو دي سمول وبيرمز ليه بالرمز C C بتساوي دي كابتل على دي سمول المصطلح اللي بعد كده اللي هو Spring Rate The Spring Rate وايضاً بيطلق عليه الخاص بالسبرينج أو Spring constant بيقوم مزليه بالرمز K قيمته بتساوي is defined as the load required by unit deflection الحمل اللازم ل unit deflection وبيعبر عنه رياضياً على إنه هو بيساوي K بتساوي W على delta أو الحمل على deflection حيث K اللي هو بيمثل spring rate أو stiffness و W اللي هو اللود و delta اللي هو deflection of the spring مصطلح اللي بعد كده اللي هو pitch أو الخطوة it's defined as the axial distance بتعرف على إنه هي المسافة المحورية between adjacent coils ما بين ملفين متتاليين in uncompressed state في حالة عدم الانضغاط أو عدم التحميل بيقوم مزليها بالرمز B B small اللي هي pitch بتساوي LF أو free length على N dash اللي هي بتمثل total number of coils minus one أو B بتساوي LF free length ناقص solid length على N dash plus D حيث دي طبعاً اللي هو بيمثل القطر بتاع ال wire المصنع منه L spring نكتفي بهذا القطر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله